لم يتقبل الممثل المصري أحمد العوضي طلاقه من النجمة ياسمين عبدالعزيز وبعد إصرارها على الطلاق رغم كل محاولاته لإقناعها بالعودة إليه تأزمت حالته النفسية ونقل إلى المستشفى ومنعت عنه الزيارات بسبب تدهور صحته كما قال مؤلف مسلسله الجديد السيد محمود حمدان منذ قليل وطلب محمود الدعاء لأحمد العوضي لكن محمود عاد وحذف المنشور ما أثار استغراب المتابعين ويبدو أنه تلقى اتصالا من أحمد الذي أبدى انزعاجه لتسريب الخبر فيما لم تعلق ياسمين عبدالعزيز بل على العكس يبدو أنها اتخذت قرارها بإكمال حياتها بعيدا عن أحمد ونشرت صورة ظهرت بقمة جمالها وكأنها تقول أنها تريد بداية جديدة محمود حمدان كوليس فجر قم بليه وخفيها وفل يعني عرفت كيف خف أثار وفل أو خلينا نقول أثار بعد باقي هلأ السؤال لا لقى المنشور يبدو أنه أحمد العوضي طلب منه لأنه فيه علاقة إنسانية قوية بتجمعهم هلأ الدافع الإنسان اللي خلى محمود ينزل هيك خبر هو حقيقة فرضية أنه فات أحمد العوضي إلى المستشفى لكن الفرضية الأخرى هو إثارة استعطاف ياسمين عبدالعزيز من بعد ما عرفنا يعني حتى من مصادر مقربة أنه أحمد ما كان راضي على الطلاق يعني كان عم بصر على ياسمين كرمالة تسامحه وترجع له وبعدنا مشارفين السبب الرئيسي لأنه ياسمين جدا كتومي بحياته الخاصة وبأموره الخاصة ولا بحياته صربت خبر بخص حياته الشخصية للأعلام لكن هذا السبب دافعه بشكل نهائي وصارب إلى الطلاق يعني لا يمكن أن تتراجع عن هذا القرار مطلقا فبالتالي أحمد فيه فرضية بتقول أنه أحمد عم يجرب يستعطف ياسمين عبدالعزيز للعودة عن قرارها خصوصا أنه مبارح من نزل الصورة اللي حكيت عنها بالترير الصورة الجديدة اللي بتوحي أنه بلشت من الجديد وحتى غنية شرين صبري قليل يعني حتى استوحيتها الغنية اللي غنتها شرين بعد طلاقة من أو أعادت غنائة بعد طلاقة من حسام حبيب ففيه فريدتان حقيقة كنا عم نناقش مع فريق العمل كليسو معك أنه هود الفرضيتين لمنشور محمود حمدان الفرضية الأولى فعلا أحمد العواضي بالمستشفى وعم بينزل صوريز من هناك على حسابه وعلى الإنستغرام والفرضية الثانية أنه هي مجرد حيلة لا استدراج ياسمين عمد العزيز بكل الأحوال نحن اللي بنعرفه أنه ياسمين أخذ القرار ومصر عليه يعني لو شو ما كان محيولات أحمد العواضي ما بعتقد أو ما منعتقد حتى كلنا أنه ياسمين قدرة ترجع شكراً لك كليس وشكراً لجميع المشاهدين إلى اللقاء كليس ما بعد المشهد اشتركوا في القناة